السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم واحدة جديدة لعمل مفرز سرير او مفرز صفرة. سهلة جدا وبسيطة لكن جميلة في نفس الوقت. الوحدة بتاعتنا يفضل استخدام الخيوط القطنية لكن تقدر تستخدم الخيوط الصوف او اي نوع من الخيوط المهم ان يكون في نفس صنق الخيط القطن. هنستخدم النهاردة مع بعض خيط الاسكوتون جمد مع ابرة رقم تلاتة مليمتر. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بامسك الخيط بداية بسيب منه مسافة. بلفه حلقة على الهو بالشكل ده. داخل الحلقة بدخل بلف الخيط واخرج منها طرف الخيط بشد بقى في العقدة البداية. في البداية عشان نكون سلسلة بيكون عندي على ابرة حلقة بلف الخيط وخرج منها. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. عندي اربع سلاسل. هقفل بقى في سلسلة رقم واحد. هدخل فيها وهخرج منها. هلف الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي عندي عليها. بالشكل ده كوانت احنا عندين هنا زي ما احنا شايفين دائرة. داخل الدائرة دي المفروض نشتغل او هنشتغل فيها اتناشر غرزة عمود بلفة بعد كل عمود منهم سلسلة. طيب احنا ارتفعنا للعمود بلفة بيكون تلات سلاسل وهشتغل بعدي سلسلة يعني المفروض يكونوا اربع سلاسل. بس لما بنشتغل التلات سلاسل وبنيجي نقفل في نهاية السطر المكان الاول بيكون شكله فيه فراغ اكبر من كل الاماكن اللي بعده. طيب بنعمل ايه عشان شكل العمود بتاعنا يكون طبيعي? مش شكله سلاسل طبعا ايه? مكانها اكبر من غيرها. بقلل سلسلة من العمود الاول عشان خاطر ما يبين ليش اي فراغ مش شكله طبيعا. يعني هنرتفع واحد اتنين تلاتة. وهنقل السلسلة. المفروض ان احنا بنرتفع اربعة لاني بعد العمود في سلسلة. احنا هنرتفع تلاتة بس وهكتفي ان العمود بتاع يكونوا طوله سلسلتين. هو طبعا طول العمود الطبيعي تلات سلسل يا بنات. بس احنا بنقلل سلسلة عشان شكل ايه? الشغل بتاعنا ما يكونش فيه آآ فراغ واسع او المكان واسع اكتر. بعد كده هروح اشتغل داخل الفراغ بتاعي بقى احتاشر غرزة عمود بشكل طبيعي بعد كل عمود منهم سلسل. طيب بنشتغل العمود بلفة ازاي? بيكون عندي على الابرة حلقة. بلف الخيط لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة بقى معي على الابرة حلقتين. هدخل الفراغ بتاعي اللي احنا قفلناه. الف الخيط واسعب تاني واخرج. معي على الابرة تلات حلقات. بلف الخيط واخرج من حلقتين. اتبقى معانا تنين هنلف الخيط ونخرج من الاتنين اللي بقينه. كده بكون عملت ايه? تاني عمود. بعد منه سلسلة. وارجع تاني. اروح اعمل عمود. بلف الخيط. بدخل فراغي. الف الخيط واسعب واخرج. معي تلات حلقات. بلف الخيط واخرج من حلقتين. اتبقوا اتنين بلفوا خيط واخرج من. وسلسلة. كده بقى معانا تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة. اربعة. سلسلة وبكمل السطر بتاعي لغاية ما وصل لاتنشر غرزة عمود بلفها وبعد كل عمود منهم سلسلة. كده بقى معي اتنشر عمود وبعد كل عمود منهم سلسلة هاجي بقى عند تاني سلسلة ارتفاع واحد اتنين وبدخل احنا لأ دي مش تاني واحد اهي واحد اتنين اهي. بدخل فيها وبخلي معايا خيط البداية. وبلف الخيط وبخرج من تحتهم. ومن تحت الحلقة اللي عندي عليها. طيب السطر الجديد لما بنيجي نشتغل السطر التاني بنعمل تزايد على الغرز بتاعتي. بس التزايد بيكون على الاعمدة بس مكان السلسلة بيكون فوقها سلسلة زيها بالزلط. مش هعمل فيها اي تزايد. طيب معنا كده ان احنا بنرتفع كام سلسلة بنات. احنا اتفعنا مع بعض. عشان المكان بتاعنا بصه كده. شكل المكان. آآ شكل العمود كأنه في نفس الطول بتاع الاعمدة بتاعتي. لو كنت ارتفعت السلسلة كمان اللي هي رقم تلاتة كنت هتحسوا المكان ده واسع ومش شكله حل. يبقى هنرتفع في البداية دايما للعمدة اللي احنا بنشتغلها في البداية سلسلتين بس. ومع المتعارف عليه عشان محدش يقول ان انا قلت حاجة مش صح. ان العمود بلفة طبيعي بيكون ارتفاعه تلات سلاسل يابنات. انا بقلل سلسلة عشان خاطر شكل المكان ما يكونش فيه فراغ بين. واحد اتنين سلسلة. وبعتبر نفس اشتغلت اول عمود في الفراغ الاول ده. طيب. في نفس الفراغ تاني هشتغل كمان عمود بلفة. بلف الخيط وبادخل نفس الفراغ اهو فوق السلسلة رقم اتنين. اللي احنا قفلنا فيها. وبعد كده اشتغل العمود بتاعي. كده اشتغلت العمود الاول اتنين عمود بلفة. بعد كل اتنين عمود بلفة هياخد سلسلة. دي طبعا السلسلة اللي بتكون ايه ما بين كل عمود وعمود من تحت. هروح للعمود التاني بنشتغل بقى فين في الاعمدة. شايفين الفراغ الصغير ده? ما باشتغلش في الفراغ الكبير اللي ما بين العمود. لأ بس اشتغل في الفراغ الصغير اللي بيكون تحت حرف او الضلعين الامامي والخلف. بالف الخيط وبدخل. الف الخيط واخرج واكمل العمود. كده واحد. كمان عمود في نفس الفراغ. اتنين. وبعد ما خلصنا العمودين باخد سلسلة. هروح للعمود اللي بعده رقم تلاتة سلسلة ما باشتغلش فيها لاني باشتغل فوقها سلسلة زيها. هروح للعمود اللي بعده واشتغل اتنين عمود بلفة. واحد. اتنين. سلسلة. العمود اللي بعده. واحد. اتنين. سلسلة وهكزا السطر بتاعي كله فوق كل عمود بتجاهل السلسلة. وبروح فوق العمود باشتغل اتنين عمود بلفة وبعضهم سلسلة بكامل بتاعي كله بنفس الطريقة وهرجع لكم. بالشكل ده بكون وصلتها للسطر. آآ طبعا نهاية السطر بتاعنا. في تاني سلسلة ارتفاع واحد اتنين بدخل. وبقفل بغرزة منزل. السطر اللي جاي عايزاكم تركزوا معي لاني في الشغل فيه آآ فيه يعني آآ لعب شوية. هنرتفع واحد اتنين. وهنروح فوق الغرزة التانية. انا كده خلاص اشغلت فوق الولاروح فوق الغرزة التانية. قالت في الخيط وادخل. اشتغل فيها عمود واحد بس. كده احنا كأننا يعني هخلينا الاتنين دمجناهم مع بعض خليناهم عمود واحد. هرجع بعد كده هياخد واحد اتنين تلاتة سلسلة وهروح للعمودين اللي بعديهم. اول عمود هشتغل فوقي عمود واحد. السلسلة انا اخدت فوقيها تلات سلاسل خلاص. هروح للعمود الاول هشتغل فوقي عمود واحد بس. والعمود رقم اتنين هشتغل فوقي مرة تين. واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. يبقى احنا اشتغلنا ايه ده? كده ايه? في اول السطر بتاعنا اشتغلت سلسلتين يعني سلسلتين فوق العمود الاول وفوق التاني اشتغلت عمود واحد بس. وبقى الاتنين في فراغ واحد من فوق. رجعت اخدت بعضهم تلات سلاسل ورجعت رحت للعمودين اللي بعضهم اشتغلت اول عمود فوقي عمود واحد. تاني عمود اشتغلت فوقي اتنين عمود. تلات سلاسل مسافة واحد اتنين تلاتة. هرجع العمودين اللي جايين هشتغلهم مع بعض. يعني ايه هشتغلهم مع بعض? يعني بعمل كأني بعمل فيهم تنقص. بيكون ازاي? تعالوا نشوف. بلف الخيط على الابرة. بدخل فوق العمود الاول. اسحب الخيط واخرج. عندي كده تلات حلقت. هلف الخيط واخرج من حلقتين بس واخلي الاخيرة معي على الابرة. ارجع تاني. الف الخيط وادخل في العمود اللي بعده. الف الخيط واخرج. الحلقتين اللي الفيناهم هلف الخيط ونخرج منهم هما الاتنين. كده بقى عندي على الابرة الحلقتين بتوع العمودين اللي اشتغلناهم تحته والحلقة الاساسية. هلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة. زي ما احنا شايفين. كده يبقى احنا ايه? عملنا تناقص وجمعنا الاتنين دول مع بعض. هرجع تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. اللي جايين بقى هاشتغل على الاول عمود واحد وعالتاني عمودين. وبفضل اقرر. بنفس الطريقة. بقى كده عمود. على العمود الاول من تحت. واللي بعده عمودين. واحد اتنين في نفس الفراغ. تلاتة سلسلة. واحد اتنين. تلاتة. وهروح اشتغل ايه? العمودين اللي جايين مع بعض. بالف الخيط. بدخل اول فراغ. اسحب خيط واخرج. الف الخيط واخرج. من حلقتين بس. وخلي الاخيرة. برجع تاني. الف الخيط وروح للعمود اللي بعده. الف الخيط واخرج. اسحب من حلقتين بس. وخلي الاخيرة معي تلت حلقات هلف الخيط اخرج منهم هم التلت. تلت سلاسل واحد اتنين تلاتة وبكرر نفس اللي انا عملته. عمودين بشتغل على اول واحد فيهم عمود واحد واللي بعده عمودين. وباخد تلت سلاسل وارجع العمودين اللي بعديهم بعمل فيهم تنقص واخدهم في حلقة واحدة مع بعض زي ما احنا عملنا في العمودين دول. وبكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني وكده خلص السطر بتاع زي ما احنا شايفين وانتهى طبعا بالمكان اللي كان فيه عمودين اشتغلت فيهم واحد عمود واتنين عمود في تاني فرق. واروح بقى فوق الغرزة اللي انا اشتغلتها في البداية دي اللي كانت بتجمع لي الاتنين مع بعض. بدخل وبقفل بغرزة منزل. فوق الغرزة دي بشتغل عمود واحد بس. وارجع اخد تلت سلاسل واروح فوق المكان دوت هنشوف هنعمل ايه? يعني سلسلتين واحد اتنين وبعديهم تلت سلاسل اللي فوق التلت سلاسل واحد الاول هشتغل ايه بنات? هشتغل عمودين. فوق العمود الاول ده هشتغل اتنين عمود بلفة كده واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. العمود التاني بشتغل فوقي عمود واحد. العمود التالت والاخير بشتغل فوقي عمودين. يعني اول واحد اتنين واخر واحد اتنين واللي في المنتصف واحد بس. واحد وتاني مرة اهو اتنين. الشكل دوت طيب احنا فوق التلت سلاسل تلات سلاسل زيهم. واحد اتنين تلاتة. فوق العمودين اللي كنا بنسحبهم في حلقة واحدة هشتغل فوقيهم عمود واحد بس. فوق التلات سلاسل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة هيقابلني التلاتة اعمدة اللي هم طبعا كان فيه واحد فيهم الواحد واتنين مع بعضهم. اول عمود بشتغل فيه عمودين واخر عمود بشتغل فيه عمودين واللي في المنتصف واحد بس. كده واحد. وتاني في نفس الفراغ. اتنين. العمود اللي في المنتصف عمود واحد بس كده اتنين عمود بلف. واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. الثلاثل فقي هيها سلاسل زيها تلاتة واحد اتنين تلاتة. فوق العمودين اللي مع بعض كانوا التناقص بعمل فوقهم عمود واحد بس. واندابل كروشيه. تلت سلاسل فوق التلت سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وبروح بعمل ايه بقى? فوق العمود الاول عمودين. واحد. تاني كمان في نفس الفراغ كمان عمود. اتنين. العمود اللي في المنتصف عمود واحد بس فوقيه. العمود الاخير بيكون فوقيه تزايد يعني اتنين عمود بلف. واحد. اتنين. فوق السلاسل سلاسل. فوق العمودين اللي مع بعض عمود. سلاسل تلاتة سلاسل زيهم. وبعد كده بقرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. هتبتدي طبعا تتكون معايا الوردة. زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. لسه طبعا هتزهر وتبان بعد كده. اكمل السطر بتاعي وارجع. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بتاعنا زي ما احنا شايفين. بيكون الشكل ده. بروح لتاني سلسلة ارتفاع واحد اتنين. وبقفل بغرزة منزلة. نفس المكان اللي انا واقفى فيه ارتفع كمان خمسة سلسلة وبعتبر نفس اشتغلت فوق العمود عمود وفوق التلات سلاسل تلات سلاسل. واحد اتنين. كده فوق العمود. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة. عفوا هيقابلني الاعمدة بتاعتي بشتغل عمود 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 عمود. هننوح بقى نشتغل فوق العمود الاول عمودين. واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. العمود اللي بعده بشتغل فوقيه عمود واحد. واحد عمود. العمود اللي بعده بشتغل فوقيه عمودين. واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. اللي بعده عمود واحد وان دابل كروشي. واحد. اللي بعده تو دابل كروشي. واحد. اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ. يبقى احنا كان الترتيب بتاعنا ايه فوق ورقة الوردة بتاعتنا دي? اول عمود فوقي عمودين. تاني عمود فوقي عمود واحد. تاني عمود فوق اتنين. اللي بعده واحد اللي بعده اتنين. يعني اتنين واحد اتنين واحد اتنين. فوق السلاسل سلاسل زيها تلاتة. واحد اتنين تلاتة. زي التلاتة دول. فوق العمود بيكون عمود واحد. التلات سلاسل فوقيهم تلاتة زيهم. واحد اتنين تلاتة. هارجع اقرر اتنين واحد اتنين واحد اتنين نموت فوق الاول مرتين. واحد تاني في نفس الفراهن. الفراهن. اللي بعضه واحد. اللي بعضو اتنين. واحد. اتنين. اللي بعد واحد اللي بعد والاخير اتنى. واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين عفوا. وبكمل بنفس الطريقة ان فوق السلاسل بعمل تلات سلاسل. فوق العمود عمود. فوق السلاسل تلات سلاسل. وفوق الوردة او الورقة بتاعت الوردة بتاعتي. اقررت بنفس الطريقة. هكامل ورقة لكم. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بتاعي بعد ما اخدت تلت سلاسل بروح لتاني سلسلة ارتفاعها. وبعفل بغرزة منزلقة. طيب السطر دوت بنتدي نكون اوراق ورقة تانية بس آآ يعني بيد عندي. في المكان ده. هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهروح في نفس الفراغ هو هو الفراغ اللي فيه اللي احنا قفلنا فيه بمنزلقة ده. هشتغل كمان عمود بلفة. معنى كده ان انا اشتغلت في الفراغ الاول دوت عمود تلات سلاسل عمود زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ارجع فوق التلات سلاسل تلات سلاسل زيهم. واحد اتنين تلاتة. وهروح بقى اشتغل ايه فوق? الاعمدة بتاعتي دي كل عمود واحد منهم بشتغل فوقي عمود واحد بس. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هنروح نشتغل كده واحد. تقولوا بعد واحد كده اتنين. تقولوا بعد واحد تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. بقى انا اشتغلت اياه بنات اشتغلت فوق كل عمود واحد عمود واحد زي بالزبط. ما غيرتش اي حاجة خالص زي ما احنا شايفين. اما المكان اللي اختلف عندي هو المكان اللي فوق العمود الواحد اللي كان فيه المتصف هنا. اشتغلت فيه خمسة سلسلة وعمود. يعني كأني اشتغلت عمود تلات سلاسل عمود. ارجع فوق التلات سلاسل هاخد تلات سلاسل. واحد. اتنين تلاتة. هنقابل العمود زي ما اشتغلنا في البداية هنا هشتغل فوق العمود الواحد ده. عمود تلات سلاسل عمود. واحد عمود. واحد اتنين تلاتة. ارجع تاني في نفس الفراغ واحد عمود. نرجع فوق التلات سلاسل تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. فوق واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تماني برجع تاني اقرجر فوق التلات سلاسل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة فوق العمود اللي في المنتصف بروح اشتغل عمود تلات سلاسل عمود واحد عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة تاني في نفس الفراغ واحد عمود فوق التلات سلاسل تلاتة سلسلة زيهم واحد اتنين تلاتة وبكمل بقى فوق العمودة عمودة زيهم ونفس التكرار اللي احنا شرحناه مع بعض بكرره لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي بكمل وارجع لكم اعطي لكم تاني وزي ما احنا شايفين ابتدى الشكل بتاعنا يبين ويوضح في تاني سلسلة ارتفاع واحد اتنين بدخل وبقفل بغرزة منزل في المكان اللي احنا وقفين فيها ارتفاع واحد اتنين وهعتبر طبعا اول عمود بلف عندي على العمود الاول وفوق التلات سلاسل هاشتغل تلاتة عمود بلف وفوق العمود الاخير عمود يعني المكان ده هيكون عندي في خمسة عمود عمود على العمود الاول وعمود على العمود الاخر وتلاتة عمود على التلات سلاسل كده اشتغلنا اول عمود ونروح بقى فوق التلات سلاسل ونشتغل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة وفوق العمود الاخير كمان عمود يبقى العدد معي الاجمالي في المكان ده خمسة غرزة عمود بلفة فوق التلات سلاسل باخد تلات سلاسل زي هون بالزبط واحد اتنين تلاتة وهنروح بقى هنا عند الاعمدة التمانية بتاعنا دول هنعمل فيهم حاجة اول عمودين هشتغلهم مع بعض وهعمل فيهم تناقص تاني عمودين الاخر عمودين عفوا هشتغلهم مع بعض وهعمل فيهم تناقص يبقى كده واحد اتنين مع بعض وكده واحد اتنين مع بعض هيتبقى الف المنتصف اربعة باشتغل فوق كل واحد منهم اربعة زيهم بالزبط الف الخيط وهدخل فوق اول عمود احنا اخدنا التلات سلاسل بس الاول الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيرة الف الخيط وادخل في العمود رقم اتنين الف الخيط واصحب واخرج. الف الخيط واخرج من حلقتين واحد اتنين وخلي الاخيرة. كده معي واحد اتنين تلاتة بلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة مع بعض. يبقى كده عملت تناقص فوق اول عمودين. اخر عمودين كمان هنعمل فيهم تناقص لكن الاربعة اللي جايين بشتغل فوق كل عمود منهم عمود واحد بس. واحد. عمود بشتغلوا الاخر. اتنين. اللي بعده تلاتة. اللي بعده اربعة. يبقى الاربعة اللي في المنتصب فشتغل فوق كل عمود منهم عمود زي. طيب الاتنين اللي في الاخر بعملهم تناقص. بلف الخيط بدخل بلف الخيط اسحب واخرج. الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيرة. العمود اللي بعده بلف الخيط تاني وادخل في اللي بعده اسحب الخيط واخرج. الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيرة معي تلت حلقات هلف الخيط واخرج من هم هم التلاتة. اصبح العدد معي كام كده يا بنات? اربعة في المنتصف واتنين على يمين وعلى اليسار يبقوا ستة. يبقى احنا قللنا اتنين عمود بلفة في المجموعة طبعا ايه? اللي كانت تحت آآ تمانية غرزة عمود بلفة. هرتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة فوق التلات سلاسل وهروح بقى فوق المكان دوت بقرر فيه اللي احنا عمنا في البداية. فوق العمود الاول بشتغل عمود. فوق التلات سلاسل تلاتة عمود. واحد. اتنين تلاتة. فوق العمود الاخير عمود. نفس العدد بس احنا بنشتغل على الاعمدة وعى السلاسل. ارجع تلاتة سلسلة فوق التلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. زي ما احنا عملنا في المجموعة التمانية اللي فاتوا. اول عمودين بعمل فيهم تناقص. اخر عمودين بعمل فيهم تناقص اللي اربعة دور فوقهم اربعة زيهم. كده واحد. اتنين معي تلات حلقات بلف الخيط واخرج منهم مع بعض. الاربع عمودة اللي جايين فيهم اربعة زيهم. واحد اتنين تلاتة اربعة. اخر عمودين بنعمل فيهم تناقص واحد اتنين. ونسحبهم مع بعض. وبكرر دوت لغاية طبعا ما بوصل لنهاية السطر بتاعي. الورقة دي بتبدأ تضمه بقى من فوق كده وتقفل والورقة دي بتبتدي تكبر. هكامل السطر بتاعي بنفس الطريقة وزي ما احنا شايفين بصوا. الورقة اللي هي طبعا اللي كانت في المكان ده هتبتدي تكبر معي. والورقة دي هتبتدي تضم خلاص وتقفل من فوق. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين خلص السطر بتاعنا. في تاني سلسلة ارتفاع واحد اتنين بروح وبقفل بغرزة منزل. طيب في السطر ده احنا لسه مستمرين في المكان اللي في الورقة الاولى بنعمل تنقص. لكن بنعمل تزايد في الورقة الجديدة اللي احنا كوناها مع بعض السطر اللي في. طيب الغرزة الاولى هنشتغل فيها مرتين. والتانية مرة مرتين مرة مرتين. سلسلتين ارتفاع. وبعتبر نفس اشتغلت اول عمود. وتاني في نفس الفراغ الاول بدخل مكان المنزلقة اللي قفلت فيها. واشغل عمود بلفة كمان. يبقى كده اتنين. العمود اللي بعده بيكون واحد. خدوا بالكم ان دايما المباقفل بغرزة المنزلقة بيضيق لي المكان ده. في بنات كتير ما بياخدوش باله من اضافة فراغ. لكن هو فراغ يا بناتبصه. هو فراغ. ناخد بالنا كواس جدا ان هو الفراغ رقم اتنين. هشغل في مرتين آآ مرة. يعني اول مرة مرتين. تاني عمود مرة واحدة. اللي بعده اتنين. واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. اللي بعده عمود واحد. اللي بعده عمودين. واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. يبقى اشتغلنا ايه? اشتغلنا اتنين واحد. اتنين واحد اتنين. التلات سلاسل مرة دي مش هيكونوا تلات سلاسل هيكونوا خمسة سلسلة. هبتدي اعمل تزايد في المكان ده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. المكان ده فاكرين السطرة يفات كنا بنعمل ايه? كنت باخد اول غرزتين مع بعض واخر غرزتين مع بعض. هيتبقى لي اتنين في المنتصف هشغل فوق كل غرزة منهم واحدة بس. عفون طيب اول غرزتين هنبص اللي ان اول واحدة فيهم كانت اتنين من تحت لكن هي من فوق فراغ واحد ناخد بالنا. وبعدها الفراغ التاني اهو. هلف الخيط بعد الخمسة سلسلة هروح لاول فراغ عندي بدخل فيه. الف الخيط واخرج. الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الحلقة الاخيرة على الابرة. هرجع الف الخيط واروح للفراغ رقم اتنين. هسحب الخيط وهخرج. والف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيرة على الابرة. معنا تلت حلقات هلفي الخيط واخرق منهم هم التلاتة. بكده بكون عملت تناقص على اول غرزتين. الغرزة اللي بعدها غرزة واحدة واللي بعدها غرزة واحدة. يبقى هم اتنين بس اللي باشتغل عليهم غرزة واحدة. طيب الاتنين اللي في الاخر هم شكلهم تلاتة يا بنات لكن هم مش تلاتة. هم اتنين مع بعض ففراغ واحد من فوق اهو تفراغهم واحدة بس الوحدة. باشتغلهم بقى الاتنين بعمل فيهم تنقص باشغلهم مع بعض. واحد اتنين. بعد ما اشتغلنا الاتنين تأكيد انا هون ما فيش عندي فراغات تاني. هالف الخيط واخرجوا من التلت حلقات مع بعض. خمسة سلسلة. احنا قلنا نفوق التلت سلاسل بيكونوا خمسة مش تلاتة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بارجع اقرر اتنين واحد اتنين واحد اتنين. وهكزا طبعا حتى نهاية السطر بتاعي. واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين واللي بعدها غرزة واحدة. واللي بعدها تنين واحد. وهدخل تاني في نفس الفراغ اتنين. اللي بعدها غرزة واحدة. اللي بعدها غرزتين. واحد. وتاني في نفس الفراغ. اتنين. خمسة سلسلة. وبروح هعمل بقى التناقص على اول غرزتين واخر غرزتين. اهون. كده واحد اتنين. وكده واحد اتنين. والاتنين اللي في النص هعمل فوق كل غرزة فيهم غرزة. بعد كده خمسة سلسلة. واكرر نفس اللي احنا عملناه مع بعض. بصوا طبعا شكل الشغل بتاعي. بيبتدي طبعا يزهر اكتر. الورقة دي بتبدأ تكبر. والورقة دي خلاص بتبدأ تقفل لفوق. هكمل السطر بتاعي وارجع. رجعت لكم تاني وكده يكون السطر بتاعنا ننتقى وده شكله. هنرتفع بقى السطر الجديد. كده بعد ما اخدت خمسة سلسلة بتاني سلسلة ارتفاع بقى في غرزة منزلك. طيب. كده احنا خلاص مش هنعمل تزايد. هبتدي عمل تناقص في الورقة دي. والورقة دي كمان. يعني التزايد بتاع هيكون فوق السلاسل. وهنشوف بطريقته شكلها ايه. هرتفع واحد اتنين وهعتبر نفس اشتغلت اول عمود. هروح لتاني عمود. واشتغل عمود بلفة واحد. وبكده بكون ضمتهم الاتنين في آآ حلقة واحدة من فوق. واخر غرزتين بردك هنضمهم في حلقة واحدة بردك من فوق. طيب احنا كده ضمنا اول اتنين. العمود رقم اتنين هاشتغل عمود واحد بس فوق. يبقى خدنا اتنين مع بعض. وبعد كده رقم تلاتة خدتوا الواحدة. الاتنين اللي جايين هيكونوا مع بعض فيهم تناقص. واحد. اتنين. باخدهم مع بعض. يبقى تناقص عمود. تناقص عمود. اللي جاي عمود واحد. اللي جايين الاتنين بيكونوا تناقص مع بعض. واحد. اتنين. يبقى نفس التكرار او الترتيب اللي كانت تحت اتنين واحد اتنين واحد اتنين. لكن تحت طبعا كانت زايد وهنا تناقص. تحت كنا بنزود هنا بنقص. السلاسل الخمسة هاخد فوقيهم خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهاجي عند سلسلة رقم تلاتة واحد اتنين تلاتة بدخل او من تحت السلاسل مفيش مشكلة عادي. بدخل وبعمل غرزة حشو. اسحب الخيط واخرج معي حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. ارجع تاني خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهروح عندي الاعمدة اللي هنا دي كلها هعمل فيها كلها طمقص هم كم? اساسا هم اربعة. يعني اول اتنين واخر اتنين بخدهم مع بعض. واحد. واللي بعده كمان واحد يبقى اتنين نقفلهم مع بعض. والاتنين اللي بعدهم مع بعض. واحد عفوا اتنين. اصبح كده العدد معي عمودين واحد اتنين. عفوا يا بنات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بروح للسلسلة رقم تلاتة من تلاتة واحد اتنين تلاتة. بدخل. وبعمل غرزة حشو. وارجع تاني اخد خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هيقابلني بقى الورقة اللي احنا بنعمل فيها تناقص. باخد اتنين مع بعض. واحد واحد واتنين مع بعض واحد الواحد واتنين مع بعض. اول واحد. واللي بعده رقم اتنين. اخدهم مع بعض تناقص. العمود اللي جاي فوقي عمود واحد بس. الواحده. الاتنين اللي جايين بيكونوا تناقص مع بعض. معي تلات حلقات. بلا في الخطوة اخرج منهم. العمود اللي جاي فوقي عمود واحد كامل. الاتنين اللي جايين تناقص مع بعض. واحد. اتنين. السلاسل الخمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفوق السلسلة رقم تلاتة. بدخل. وبعمل غرزة حشو. وارجع خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وبعمل تناقص بقى في الاربع عمودة دول بيكونوا اتنين. اول اتنين مع بعض واخر اتنين مع بعض. واحد. اتنين. بنخليلهم عمود واحد. والاتنين اللي في الاخر مع بعض. واحد. اتنين. بالشكل ده بكمل بنفس الطريقة طبعا خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة. واروح اكمل المكان اللي احنا اشتغلوا. عفوا يا بنات. وبعد كده برجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. في نهاية السطر بتاعنا بنقفل بمنزلقة فوق اول غرزة احنا اشتغلناها. في المكان ده هرتفع سلسلتين واحد اتنين. وهاخد الغرزة اللي بعدها كمان معها. يعني بعمل تناقص في اول غرزتين مع بعض. بيكونوا الاتنين مع بعض في حلقة واحدة. الغرزة اللي بعدها بشغل فوقيها غرزة واحدة. الغرزتين اللي بقيين بشغلهم مع بعض. يعني بعمل فيهم تناقص. يعني تناقص عمود تناقص. واحد واخر واحدة اهيه? اتنين. يبقى عندنا بقى عندنا كما غرزة واحد اتنين تلاتة. اول اتنين مع بعض. اخر اتنين مع بعض واحدة بس في المنتصف. مكان السلاسل اللي كان عندنا خمسة حشو خمسة هيكون عندنا بردك فيه تزايد. بنعمل ايه? خمسة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفوق الخمسة اللي تحت دول هنعد واحد اتنين رقم تلاتة بدخل فيها. وبعمل غرزة حشو. ارجع خمسة سلسلة كمان. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. شايفين بقى المكان اللي هو في النص هنا السلسلتين والحشو السلسلتين اللي بعدها بس بهم اروح لتالت سلسلة ارتفاع. اشتغل حشو. ارجع خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يعني تلات مرات بشتغل خمسة سلسلة. وعرفنا الاماكن بتاعتهم فين? بعد خمسة سلسلة الاولى بشتغل في سلسلة التالتة حشو. ارجع بعد الخمسة السلسلة التانية بشتغل في تالت سلسلة حشو. ارجع بعد الخمسة التالتة اروح بقى اشتغل العمودين دول اللي كانوا مع بعض تحت آآ اللي كانوا طبعا كل واحد فيهم آآ في اتنين من تحت زي ما احنا شايفين. عندي هنا فراغين. هشتغلهم الاتنين مع بعض بعمود واحد من فوق. كده واحد اتنين. وبالشكل ده بنكون قفلنا الورقة دي خلاص خالص. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده الورقة دي خلاص اتقفلت. ارجع تاني فوق السلاسل. بكرر خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهنا عندي في السلسلة رقم تلاتة واحد اتنين تلاتة. حشو. وايها? ارجع خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. زي ما احنا شايفين بروح للسلاسل اللي بعدها واحد اتنين تلاتة. واشغل حشو. ارجع خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هلاقي الاعمدة بتاعت دي. بشتغل اول اتنين مع بعض واخر اتنين مع بعض والعمود اللي في المنتصب بشتغلو الواحد. اتنين كده واحد. اتنين. اتنين واحد اتنين. اللي جاية هيكون عمود واحد. الاتنين اللي جايين مع بعض. واحد. اتنين. برجع اكرر. بشتغل خمسة سلسلة حشو. خمسة سلسلة حشو. خمسة سلسلة باخد العمودين مع بعض. وبكمل بنفس الطريقة لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية السطر. وخلاص الواحدة بتاعتنا الرابط تخلص. هكمل السطر بتاعي وارجع لكم. رجعت لكم تاني والسطر اللي جاي هنضم فيه خلاص بقى بقية الواحدة اللي كانت ما اصلنا ودي خلاص كده على كده خلصت خلاص. زي ما احنا شايفين احنا هنروح لاول غرزة اشتغلناها بعد ما اشتغلت خمسة سلسلة. واقفل بغرزة منزل. ما زلت بعمل تناقص بس المرة جي انا عندي تلت غرز تحت واحد اتنين تلاتة هضمهم كلهم معي في غرزة واحدة من فوق. واحد اتنين وهاعتبرها اول غرزة. واروح لتاني غرزة الف الخيط ادخل. الف الخيط اصحاب اخرج. الف الخيط اخرج من حلقتين. وخلي الاخيرة. هرجع الف الخيط وادخل في الغرزة التالتة. الف الخيط واصحاب واخرج. والف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الغرزة الاخيرة. كده بقى معي. الغرزتين والحلقة اللي مسكالي طبعا السلسلتين هلف الخيط واخرج منهم هم التلاتة. وبكده بكون ضميت خلاص رأس الورقة دي. زي ما قفلنا الورقة دي بس هناك قفلناها باتنين هنا قفلناها بتلاتة. ناخد بالنا بقى في المرحلة اللي جاية دي. انا عندي فوق السلاسل. هياخد خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهروح فين? هروح لتالت سلسلة ارتفاع من الخمسة دول. انا عندي واحد اتنين تلاتة. وبعمل غرزة حشو. ارجع خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهروح لتالت سلسلة من التلاتة دول واحد اتنين تلاتة. واعمل حشو. ارجع تاني خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفوق السلاسل دول هروح للسلسلة التلتة واحد اتنين تلاتة. واعمل حشو. طيب احنا هنا ده بقى تبقى لنا ايه بنات? بقى لي المكان اللي فوق الاعمدة ما ليش علاقة بيه خالص. اللي هو طبعا كان عمود واحد. هاخد فوقيه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. في المكان ده اهو شايفين? واروح بهاسيبه. واروح للسلاسل الخمسة اللي بعدهم واحد اتنين تلاتة. واعمل فيها حشو. شايفين احنا عملنا ايه? في المكان ده خلاص انا كده بقت مكان العمود ده. خلاص انا بقى عندي سلاسل بتكمل الشبكة بتاعة المفرش بتاعي. طيب لسه بكمل انا لسه قدامي سلاسل. خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. والسلاسل بتاعتي الخمسة اللي جاية. واحد اتنين في رقم تلاتة بدخل. بعمل حشو. لسه عندي خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. في تالت سلسلة من الخمسة البقيين. بعمل حشو. خلصنا كده اخر خمس سلاسل. هل انا بروح اشتغل مباشرة? لا ما ننساش ان احنا قبل ما بنشتغل باخد كمان خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. وهروح هلاقي عندي باقي واحد اتنين تلاتة هضمهم مع بعض. هدخل. هلف الخيط هدخل في اول فراغ. والف الخيط واخرج. والف الخيط واخرج من حلقتين. وخلي الحلقة بتعتي. الف الخيط ادخل في تاني عمود. الف الخيط واسحب. واسحب من حلقتين. وخلي الحلقة بتاعتي. الف الخيط ادخل. الف الخيط واخرج. الف الخيط واسحب من حلقتين. وخلي الحلقة بتاعتي. احنا طبعا في الورقة الاولى بيكون عندي سلسلتين بس. فالحلقة بتاعتهم بتكون هي التالتة بتاعتي. اما هنا انا عندي التلات حلقات كاملين بتوع التلاتة عمود بالاضافة للحلقة الاساسية با اربعة. هلف الخيط واخرج منهم. اول فراغ بس بيكون معي تلات حلقات. لكن كل الفراغات اللي هتقابلني هيكون معي اربع حلقات. كده ضمينا التلاتة مع بعض برجع تاني بقى وقرر. بيتا اربعة خمسة. وايجي هنا في المنتصب بصوا يا بنات. اللي مش عاوز يدخل في السلسلة رقم تلاتة يعني واحد اتنين تلاتة وندخل. يدخل من تحت السلاسل مباشرة بالشكل ده. اهو. النتيجة التانية طبعا بتكون احسن بس اللي بيحب يسهل على روحه. وبيشغل آآ طبعا المفرش بيكون كميته كبيرة. اللي عايزة سهيلة على روحك بندخل من تحت السلاسل بالشكل ده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهننزل من تحت السلاسل الخمسة نعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تحت السلاسل وهي طبعا الخمسة دول الاخيرة هعمل حشو. طيب احنا اتفقنا فوق العمود الواحد بعمل ايه? بتجهله بقى خلاص وهاخد خمسة فوقي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واروح للسلاسل الخمسة اللي بعد منه اللي بعد العمود ده واعمل ايه? كده في تالت سلسلة غرزة حشب. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي السلاسل اللي بعدها غرزة حشب. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي السلاسل غرزة حشب. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهاخد التلاتة عمود مع بعض. وبقرر بقى دوت لغاية ما بخلص السطر بتاعي كله. وهنشوف مع بعض دلوقتي ما كان السلاسل بقى كايم فراغ. بكرر بنفس الطريقة. طيب انا عندي من الورقة دي للورقة دي فيه كم فراغ? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. ما بين كل ورقة والورقة التانية فيه عندنا سبعة فراغ. زي ما احنا شايفين. كده خلاص الورقة دي تقفلت والورقة طبعا اللي كانت قبلها كمان تقفلت وفي المرحلة الجاية هنبتدي بقى نعمل السطر اللي بنفنش او بنقفل به السطر بتاعنا. بكمل السطر بتاعي. وهرجع لكم كمل مع بعض. وبعد كده الناس شرحوا مع بعض نص الوحدة هيكون ازاي? رجعت لكم كده والوحدة بتاعتي خلصت. الوحدة بتاعتنا شكل سوداسي. طيب احنا لسه لغاية دلوقتي يا رندا الشكل بتاعنا شكل دائري. ازاي احنا حاول السوداسي في اخر سطر والسطر اللي بنشبك فيه دايما هو بيكون اخر سطر معنا. هنشتغل السطر الاخير بلون مختلف بتاعت احنا كده عايزين نغير اللون بتاعنا بس نقفل السطر بتاعنا ونبتدي نشبك اللون الجديد. انا بعد ما اشتغلت خمسة سلسلة بدخل فوق اول غرزة طبعا احنا اشتغلناها اهي. اللي هي فيها كل الغرز مع بعضها. وبنقفل بقى بغرزة بالشكل ده. هبتدي بقى في المكان ده اسحب الخيط بتاعي. بسيب عشرة سنتي. بحيس ان اناقدر انضف الخيط بتاعي وبعد كده ببدأ اقص. زي ما احنا شايفين. طيب كده خلصت الوحدة وهنبتدي بقى نعمل نص الوحدة بس قبل ما نعمل نص الوحدة هنعمل السطر الاخير بتاع الوحدة بتاعتنا. اللي بنشبك فيه لكن طبعا اول وحدة بنعمل السطر بتاعها كامل. لكن الوحدات اللي جاية هي اللي بنبتدي نشبكها في الوحدة بتاعتنا. هاجي فين يا بنات? هلف الخيط حالة على الهوا بالشكل ده. شايفين المكان اللي احنا آآ قفلنا فيه? فوق القمة طبعا بتاع التلات اعمدة المعباد انا ما ليش علاقة بيه. انا هسحب منين? هسحب من اول سلسلة او ممكن من نفس المكان ده عادي ما فيش مشكلة. لانه هو يعتبر ملاصق لخمس سلاسل بتاعها. هدخل هلف الخيط بقى الجديد حلقة على الهوا. وهقفل عقدة بداية. هسحب الحلقة جديدة من تحت بالشكل ده. السلاسل بتاعتي هشتغل فوقيها اربعة غرزة عمود بلفة. في المعطية ده احنا كنا بنرتفع بنرتفع كم سلسلة سلسلتين. واحد اتنين. هاخد معايا كمان خيط البداية دوت انا ممكن اخفي معايا تحت السلاسل من دلوقتي. لو مش هشتغل بابرة التنظيف. كده اشتغلت اول عمود. هروح اشتغل في الفراغ ده كمان تلاتة عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. يبقى كده اشتغلنا اربعة عمود. هروح فين بقى دلوقتي يا بنات. هسيب البقية السلاسل بتاعها وغرزة الحشوة. هروح للفراغ اللي بعده فوق الخمسة سلسلة دول. هشتغل كمان اربعة عمود بلفة واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. برضك بروح فوق السلاسل اشتغل فوق كل السلاسل بتقابني بشتغل اربعة. لكن لما باجي للسلاسل بتاعت اللي هي طبعا بصوا. المكان اللي فيه اول ورقة اشتغلناها ما ليش علاقة بفوق السلاسل برضك اربعة. اربعة 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 اربعة. لغاية ما بوصل للمكان اللي هنا دوت. هقول لكم هنعمل. بكمل بقى اربعة 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 وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض. كده بكون وصلت احنا كده اشتغلت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. سابع فراغة اروح اشتغل فيه اربع اعمدة. واحد اتنين تلاتة اربعة. بعد ما اشتغلت اربعة شايفين المكان بقى اللي كان فوق الاعمدة التلاتة دول هيكون زاوية. هشتغل واحد اتنين تلاتة سلسلة وهروح بعد كده اشتغل يعني فوق العمود ده اشتغلت تلاتة سلسلة. فوق الاعمدة فوق السلاسل بشتغل اربعة اعمدة تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة. وكل الفراغات اللي فوق السلاسل بتكون اربعة 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 اربعة. لغاية طبع ما بوصل لسبع فراغ. المكان دوت آآ بشتغل عليه احنا شايفين بصوا. الورقة اللي طلع من هنا انا بشتغل فوقيها اربع اعمدة عادي جدا خالص زي ما احنا. اما الورقة اللي فوقيها التلاتة اعمدة مع بعض اللي احنا طبعا طلعينها مكان العمود ده اهو. شايفين المكان الخط ده وبعد كده الورقة الاخيرة. هي دي اللي بعمل فوقيها الزاوية يعني بعمل فوقيها ايه? تلات سلاسل زي ما احنا شايفين في المكان ده. بكمل بقى الفراغات بتاعتي كلها اربعة عمود اربعة عمود اربعة عمود فوق كل اه اه خمس سلاسل. وفوق بس المكان اللي فيه تلاتة عمود مع بعض هو دوت اللي بعمل فوقيه تلاتة سلاسلها جامل وارجع لكم. رجعت لكم داني بكده تكون خلصة الوحدة الكاملة بتاعتنا مع بعض وفي اخر حاجة عملناها كانت تلاتة سلاسل اشتغلت طبعا في الفراغ اللي فيه خمسة سلسلة. تلاتة اربعة عمود بلفة. والتلاتة سلسلة وهروح لسلسلة ارتفاع رقم اتنين. وبقفل بغرزة منزلقة وببتدي عقص الخيل. طيب دي كده القطعة الكاملة. طيب النص قطعة بتكون ازاي? علشان خطر احنا لما بنيجي نشبك مع بعض الوحدات. لما هتيجي تشبكي واحدة من الناحية دي هتبوص تلاقي عندك هنا في المكان ده. هتبوص تلاقي عندك نص واحدة عشان تقفلي المفرش بشكل كده مستقيم. لازم يكون عندك نص واحدة هنا ونص واحدة هنا عشان تقفلي المفرش بشكل صحيح. هنيجي نشتغل بقى نص الوحدة وزي ما قلت لكم احنا بنلون الوحدات يعني مش بنشتغل بلون واحد لو حابت تشتغل المفرش كله بلون واحد حتى كمان السطر بتاع التشبيك بيكون بنفس اللون. اما لو هتشتغلي المفرش آآ بالالوان فبتعملي كل واحدة لون على حسب الالوان اللي بتختاريها. وبس اللون اللي هو بيكون مشترك ما بين كل الوحدات هو لون التشبيك. بسم الله الرحمن الرحيم بسيب مسافة من الخيل. وبتاني برجع اكون اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. فاول سلسلة بدخل. وبقفل بغرزة منزلقة. بارتفع تلاتة سلسلة وبعتبر الاتنين الاولانين عمود والسلسلة اللي بعدها مسافة واحد اتنين تلاتة. وداخل الفراغ هدخل اشتغل واحد عمود. وهيكون تاني عمود بالنسبة لي بقى كده واحد اتنين سلسلة. العمود اللي بعده يبقى تلاتة. سلسلة. اربعة سلسلة خمسة سلسلة ستة سلسلة رقم سبعة. سبعة ده احنا بنقفل بالسطر التاني. بقى انا كده اشتغلت كم عمود سبعة سلسلة بما فيهم سلسلتين الارتفاع بتاعنا. طيب السطر التاني بيكون ايه? هارتفع كام سلسلة? هارتفع تلاتة سلسلة. واحد اتنين هعتبرهم عمود تلاتة دي السلسلة المسافة. هروح لاول عمود عندي بشتغل فوقي اتنين عمود بلفة. واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. على فكرة بنت بنكرر نفس الخطوات بتاعة الوحدة تكملة بس على نص وحدة. ارجع بعد ما اشتغلت عمودين باخد سلسلة. وبعد كده هشتغل كمان عمودين على العمود اللي بعده. واحد. كمان في نفس الفراغ. اتنين. وهكزا طبعا بكمل بقيت السطر بتاعي عمودين على كل عمود دي قدمين. واحد. اتنين. كده بكون خلصت العمود دوت اللي هو قبل السلسلتين الارتفاع باخد سلسلة. وبروح في تاني سلسلة ارتفاع من تحت بقفل بغرزة عمود لفة واحد. بارتفع واحد اتنين وبعضيهم تلت سلاسل واحد اتنين تلاتة. وبلف شغل الناحية التانية يعني خمسة سلسلة. اول عمود هيقابلني هشتغل فوقي عمود واحد بس. العمود اللي بعده بشتغل فيه تزايد يعني عمودين واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. ارجع اخد تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. العمودين اللي جايين هيكونوا مع بعض. تناقص. واحد. اتنين. بجمعهم مع بعض. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. العمودين اللي جايين عمود عمودين. يعني واحد فوقي عمود واحد. واللي بعد وفوقي عمودين. وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بتاعي. في النهاية تلاتة سلسلة وبروح لتانية سلسلة ارتفاع. وبعمل عمود واحد بس. هرجع واحد اتنين وبعديهم تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. هلف شغل الناحية التانية. بشتغل بقى ايه هنا زي بنات? انا بقرر على فكرة نفس كنت بعمله في الوحدة الكاملة. بس الفكرة من ان انا بشرح النص الوحدة اني عاوزا كنت اعرفوا بداية النص ايه وانهايته ايه بالزبط. هنشتغل فوق العمود الاول عمودين عمود عمودين. واحد. اتنين في نفس الفراغ. واللي بعد عمود واحد. ولا بعده اتنين عمود. انا سريع شوية في نص الوحدة لان هي هي نفس الاعداد ونفس الخطوات بس انا بشرحها يا بنات عشان خاطر تعرفوا بداية الوحدة وانهايتها شكله ايه? واحد اتنين. تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. فوق العمودين اللي كانوا مع بعض بشتغل عمود واحد بس. واقرر واحد اتنين تلاتة عمودين عمود عمودين. تلاتة سلسلة عمود تلاتة سلسلة عمودين عمود عمودين. تلاتة سلسلة فوق تاني سلسلة ارتفاع بعمل عمود بلفة. تلاتة سلسلة بنروح لتاني سلسلة ارتفاع. وبنعمل عمود بلفة واحد. بارتفاع. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بلف شغل ناحية التانية. عمودين عمود عمودين عمود عمودين. يعني التزايد بتاعي بيكون بتكرار ده. اتنين عمود. واحد. الفراغ اللي بعضه عمود. الفراغ اللي بعضه اتنين. واحد. اتنين اللي بعضه عمود. الا بعده اتنين. واحد اتنين. تلت سلاسل فوقهم تلت سلاسل. واحد اتنين تلاتة. العمود فوقية عمود واحد. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وبقرر عمودين عمود عمودين عمودين. وهكزا تلاتة سلسلة عمود تلاتة سلسلة عمودين 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 عمودين. تلاتة سلسلة في تاني سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة عمود بلف. لدعية السطر الجديد بتكون تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة بلدت شغل الناحية التانية. في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه اشتغل فيه كمان غرزة. نركز بقى بداية من السطر ده. السطر اللي فاتت كلها تكرار بشكل ايه مباشر? معد اول غرزة واخر غرزة بس عشان كده ايه كنت بشرحها مادة. اما السطر اللي جاية لازم نركز فيها شوية بنات. بعد ما اشتغلت تلاتة سلسلة واعتبرتهم عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ هشتغل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهروح فوق الاعمدة اللي عندي موجودين التمانية باشتغل فوق كل عمود بينهم عمود واحد بس زي ما هو ولا بزود ولا بناقص. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هيقابني بقى العمود اللي كان في المنتصف الواحد وهشتغل فوقية عمود تلات سلاسل عمود في نفس الفراغ واحد عمود واحد اتنين تلاتة في نفس الفراغ هو هو بشتغل كمان عمود. يبقى اشتغلت زاوية جديدة بتكون لي ورقة جديدة. تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهروح اشتغل تمانية عمود بعد كده تلاتة سلسلة عمود تلات سلاسل عمود تلاتة سلسلة تمانية عمود تلاتة سلسلة وهروح فوق سلسلة رقم اتنين هشتغل عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ. هكمل لغاية التامن عمود هنا وارجع لكم نكمل مع بعض. كده وصلنا لنهاية السطر وبعد التمانية عمود عملت تلاتة سلسلة في تاني سلسلة ارتفاع بدخل وبشغل عمود سلسلة تاني في نفس الفراغ كمان عمود. وبيكون لي على فكرة بصوا. انا عندي هنا دي ورقة كاملة. هنا هتكون نص ورقة يا بنات. عشان كده اشتغلنا عمود سلسلة واحدة بس عمود. ارجع ارتفع واحد اتنين وبعتبر انه اشتغلت اول عمود فوق العمود الاول. فوق السلسلة هشتغل عمود. فوق العمود هشتغل عمود. تلاتة سلسلة مسافة. واحد اتنين تلاتة. هيقبني بقى الاعمال ده هبتدي عامل فيهم تناقص. هاخد اول اتنين مع بعض واخر اتنين مع بعض والاربع اللي في المنتصف ايه? كل واحد فيهم عمود واحد بس. واحد. والتاني كمان. انا عفو انا انا كنت اشتغلت كمان بس ارجعت زي ما انتم شفتوا. واحد اتنين مع بعض. بعد كده. واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. واخر عمودين بيكونوا مع بعض. واحد. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. هاروح فوق العمود اشتغل عمود. فوق التلاتة سلسلة تلاتة عمود. واحد. تلاتة. فوق العمود عمود يبقى المجموعة عندي خمسة غرزة عمود بلفه. تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. وبرجع اكرر فوق الاعمدة دي باخد اول اتنين مع بعض واخر اتنين مع بعض ولا اربعة فوقيهم اربعة زيهم. تلاتة سلسلة عمود. تلاتة تلاتة عمود عمود يبقى خمسة عمود فوق الفراغ ده. تلاتة سلسلة وبقرر هنا نفس اللي عملناه. تلاتة سلسلة وباجي هنا اشتغل فوق العمود عمود. فوق السلسلة عمود فوق السلسلتين عمود يعني تلاتة عمود بلفه في الفراغ ده. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في سطر جديد. بنرتفع. واحد اتنين وبعتبرو عمود. فوق العمود الاول. بروح فوق العمود التاني بشتغل عمود واحد بس. فوق العمود التالت بشتغل عمودين. واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. في المرحلة دي التلت سلاسل هيكون فوقيهم خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. المرة دي بقى هنبتدي نعمل تناقص في الورقة دي واحنا عارفين طبعا طريقة التناقص بان اخد اول غرزتين مع بعض. واخر غرزتين مع بعض. والغرزتين في المنتصب بيكونوا كل واحد فيهم عمود بلفة واحد. كده واحد. اتنين. احنا طبعا عملنا التناقص فيه استطرفات بس لسه بنكمل التناقص بتاعنا. واخدهم مع بعض. ارجع عمود عمود. واحد عمود اهو. ولا بعضوا واحد عمود. اخر فراغين بيكونوا فيهم تناقص مع بعض. واحد. اتنين. خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. الورقة الجديدة بنعمل فيها تزايد. احنا هنشتغل فيها ايه دلوقتي? هنشتغل واحد. اتنين. فاول فراغ. اتنين واحد اتنين واحد اتنين. عمود. عمودين. واحد. اتنين. عمود. عمودين. واحد. اتنين. خمسة سلسلة وبروح اعمل اتنين مع بعض واتنين مع بعض في النهاية والاتنين في المنتصف كل واحد في يوم عمود للبلفة واحد. ارجع خمسة سلسلة وبعد كده بعمل تزايد. اتنين واحد اتنين واحد اتنين. وهكزا لغاية نهاية السطر بتاعي. في النهاية بشتغل في العمود الاول دوت عمودين وبعد كده الاتنين دول كل واحد فيهم واحد بس يعني اتنين واحد واحد. وهكزا طبعا وبعد كده هرجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. بنرتفع سلسلتين. واحد اتنين. بل في شغل الناحية التانية. اول عمود اشتغلت فوقي عمود. تاني عمود هيكون عمود واحد بردك. العمودين اللي جايين هيكونوا اتنين مع بعض. واحد اتنين. يعني بعمل تماكس فيه. بقى كده معي واحد اتنين تلاتة. الخمسة سلسلة هيكون فوقيهم. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهاجل السلسلة رقم تلاتة. وبدخل. بعمل فوقيها حشو. ارجع ااخد خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهبتدي اضم بقى الاربعة دول هيخليهم اتنين بس. واحد يعني يقول اتنين مع بعض. واحد. اتنين. والاتنين اللي بعديهم. واحد. اتنين مع بعض. الخمسة سلسلة كالمعتاد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهاجي هنا في سلسلة رقم تلاتة او بنزل من تحت السلاسل وبعمل غرزة حشو. ارجع خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهنا عندنا ايه بقى? هنا عندنا الورقة دي هنبتدي نعمل فيها تناقص. اتنين واحد اتنين واحد اتنين. بس المرة دي مش اتنين تزايد لا اتنين تناقص وبعد كده واحدة اتنين تناقص واحدة اتنين تناقص واحدة. واحد. اتنين مع بعض. غرزة لوحدها. اتنين مع بعض. واحد. اتنين. غرزة لوحدها. اتنين مع بعض. وهكزا بكرر كده لغاية نهاية السطر بتاعي. في نهاية السطر بتاعي الغرزتين الاولانين بيكونوا مع بعض وكده عمود عمود. يعني اتنين مع بعض وبعمود عمود. زي ما احنا شايفين كده افضل لنا السطرين العاشر والحضاشر. بنرتفع. واحد اتنين. وباخد الاتنين اللي جايين مع بعض. واحد اتنين مع بعض. وعلى فكرة نهاية السطر بتكون زي بداية السطر بالزبط يا بنات. الشكل بقى هم. باخدهم مع بعض. يبقى عمود والاتنين دول مع بعض. كده بقى عندي عمودين في بداية السطر. السلاسل بناخد خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في منتصف السلاسل بروح وبعمل حشو. ارجع تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة منتصف السلاسل اللي بعدها بعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لازم ناخد خمسة سلسلة قبل ما نروح نشتغل يا بنات. هلاقي هنا عندي عمودين بجمعهم بقى في عمود واحد من فوق. واحد اتنين. بقرر سلاسل خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ويحشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وحشو فوق السلاسل لخمسة لتحت. تانية. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هنجمع اول اتنين مع بعض واخر اتنين مع بعض وعمود في المنتصف. واحد. اتنين. في المنتصف عمود واحد. اخر اتنين مع بعض. دي المجموعة بتاعي في المجموعة دي في السطر ده. بيكونوا تلاتة غرزة عمود بلفة. واحد اتنين تلاتة. وارجع اقرر بنفس التكرار بتاعي. عندنا هيكون خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة وبجمع العمودين دول مع بعض. خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة وبروح اشتغل عمودين عمود عمودين بس مع بعض بضمهم. خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة حشو وخمسة سلسلة وبروح اشبك الاتنين دول مع بعض. خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة وبرجع اخد آآ العمودين اللي موجودين عندي مع بعض. هكمل وارجع لكم نكمل اخر سطر مع بعض. وهنعمل مع بعض كمان السطر اللي هو الاخير اللي بنشبك فيه. مش شكل ده كده خلصنا. يعني عمودين مع بعض واخر عمود بشتغل عمود واحد. واحد اتنين سلسلة. وهشتغل فوق العمود رقم اتنين عمود واحد بس. فكده ضمننا الاتنين مع بعض. خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. فوق السلاسل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. فوق السلاسل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. فوق السلاسل حشو. هنا عندنا العمودين اللي مع بعض فوقيهم خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهروح للسلاسل اللي بعديهم واعمل حشو. احنا كده فوقيهم بقى سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. السلاسل اللي بعضهم حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. السلاسل اللي بعديهم حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنلاقي التلاتة عمود اللي مع بعض دول. التلاتة اللي تحت هاخدهم من فوق مع بعض. واحد. اتنين. تلاتة. واربعة اقرر. خمسة سلسلة حشو. خمسة سلسلة حشو. خمسة سلسلة حشو. خمسة سلسلة وبروح هنا حشو. يعني ما ما بدخلش فوق الاعمدة دي. خمسة سلسلة حشو. خمسة سلسلة حشو. خمسة سلسلة وبروح اضم التلاتة دول مع بعض. وبكرر دوت لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية السطر. وبعد كده هرجع لكم نقفل السطر الاخير مع بعض. وطبعا واحنا بنقفل السطر الاخير مع بعض هنشبك في الوحدة التانية. رجعت لكم تاني بكده خلص السطر التاعي وهتكون ترتيبة التشبيك بتاعتنا يا بنات هتكون بالشكل ده. يعني انا عندي هتكون دي كده وحدة كاملة. شايفينها بالشكل ده. والمكان اللي هيكون فيه النص بيكون هنا. يعني بيكون الدلع ده وتمشبك في الوحدة دي. الدلع اللي فوق مشبوك في الوحدة تانية فوق الضلق ده مشبوك في الوحدة اللي هتكون على جهة اليمين. هنكمل بقى طريقة التشبيك او نشوف ازاي بي آآ نقفل الوحدة بتاعتنا اللي هي المنتصف ده. بالشكل ده كده خلاص انا مش محتاج اللون الاخضر بس مش هقص خلاص دلوقتي لاني لسه ايه? مش هنقض ننطف دلوقتي. هجيب اللون الابيض ومن القاعدة بتاعة الوحدة ببتدي اشبك الخيط. هدخل فوق العمود اللي هو بالعرض كده شايفين? انا هنا بعرض الشوط. هسحب الخيط الجديد. وهارتفع واحد اتنين تلاتة. بالشكل ده والتاني اشتغلت عمود. فوق العمود ده كمان هشتغل كمان عمود. هروح فوق العمود التاني اهو. انا كده خلاص اشتغلت على العمود ده عمودين. عفوا انا عمود في الاول. اهو. والعمود اللي بعده. هروح للعمود اللي بعده هنا. على عرض العمود هشتغل عمودين واحد. اتنين. ارجع العمود اللي بعده عندي هنا. اهو اشتغل عليه عمودين. واحد. اتنين. العمود اللي بعده من تحت العمود كده بشتغل اتنين عمود واحد. اتنين. وكل عمود يقابلني لغاية ما وصل الى نهاية المكان دوت لغاية ما وصل الجزء ده بشتغل فيه عمودين 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 عمودين. رجعت لكم وكده وصلت لغاية المكان اللي هو عند السلاسل دي. انا هنا خلصت اخر عمود عندي. مفروض ان احنا عشان ننتقل من المكان ده والتين مكان ده باخد تلات سلاسل وبعملها ايه زاوية? هاخد سلسلة واحدة بس يا بنات. وهجيب بقى الوحدة بتاعتي اللي في الجهة التانية اهي. وهنزل من تحت كده وهعمل غرزة حشو. بالشكل ده. وهبتدي المكان دوت هشتغل فيه اربع غرزة عمود بلفة. انا كده اعملت سلسلة واخدت حشو من الجهة التانية. وهنا هعمل اربع عمود واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خلصت الاربعة. هبصت هلاقي الاربعة بتوي هيكونوا قصاد الاربعة دول. شايفينهم? هم دول قصاد دول. هاجي بقى عند الفراغ ده اللي ما بين الاربعة دي والاربعة دي. بنزل وبعمل غرزة حشو. هروح تاني للمكان بتاعي اللي بشتغل فيه. اعمل فوق الاربع سلاسل اللي بعدهم اربعة عمود. واحد. تلاتة. اربعة. خلصنا الاربعة. قصاد الاربعة. باجي في الفراغ بقى البعض الاربعة اللي هنا بعمل حشو بنزل من تحت كده واسحب الخيط واسحب الخيط من ما عندي عليه بقى. هرجع للمكان اللي انا بشتغل فيه اهو. اربعة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. ارجع لي الورقة طبعا الوحدة التانية الكاملة من تحت هنا بعد الاربعة عمود بدخل وبعمل غرزة حشو. لسه عندي هنا سلاسل. اهو. اروح للسلاسل بشتغل اربعة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. ارجع للوحدة التانية في الفراغ اللي ما بين كل اربعة عمود بعمل حشو. ارجع تاني. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة عمود هنا فوق السلاسل. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. ليه قلت اربعة وسكت? لان انا هنا فوق زاوية. شايفين المكان اللي فيه تلات سلاسل هنا? مفروض يكون هنا فيه تلات سلاسل. بس هنا عشان انا بشبك باخد سلسلة واحدة بس. وباجي هنا بعمل حشو بمثابة السلسلة التانية. وبرجع اعمل سلسلة. وبروح بقى اعمل اربعة عمود في الجهة اللي هي طبعا السلاسل الاربعة التانية. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وبكمل بنفس. عفوا. بكمل بنفس الطريقة يا بنات زي ما احنا شايفين بصوا. كده خلاص. الوحدتين. اتشبكوا مع بعض. وانا طبعا آآ مفروض يكون عندي بقى ايه وحدة تانية هنا. لما باجي اشبك بشبك التلات زوايا مع بعض. بس بشبك هنا بغرزة حشو اروح اعمل يعني قبل ما اعمل السلسلة التانية. بعمل آآ سلسلة حشو هنا. وحشو في الغرزة اللي هي الوحدة المقابلة التانية. وبعد كده برجع اعمل سلسلة وحشو هنا. ارجع بقى اكمل لطريقة التشبيج زي ما عملت هنا بالزبط في الجهة اللي هي بتكون من الناحية دي. وبكمل بنفس الطريقة انا عارفة ان واحدتنا النهاردة كانت طويلة او مفرشنا النهاردة كان شركه طويل. لس بصراحة يستحقوا جميل جدا مميز. اتمنى يا رب ان هو يكون سهل وبسيط وينقول اعجابكم ما تنسوش بقى لو اعجابكم الفيديو وتعملوا لي لايك وشيروا سبسكراك واستنوني الفيديو جديد من ويه وكمان فعلوا زرار الجرس ونوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.